وَإِذَا أَتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ إلى يوم الدينية بعد فهذا المجلس الخامس عشر من مجالس قصص الكريم موسى صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم أتناول فيه إن شاء الله تعالى قصة أو أمر الله عز وجل لموسى عليه السلام بالذهاب إلى فرعون لا أخف عليكم أن الله قال لموسى عليه السلام وبعد أن أراه الآيتين العظيمتين آية للعاصة واليد التي تخرج بيضاء من غير السوء كلفه بذهاب إلى فرعون قال اذهب إلى فرعون إنه طبا فكلفه الله بذلك وبين له ما سيقول لفرعون في آيات أخر قل هل لك إلا تزكى وأديك إلى ربك فتخشى الشهد أنه لما كلف موسى بالذهاب إلى فرعون دعا ربه قائلا رب شرح لي صدري أي وسى صدري يا ربي لتكاليف الإسلام ولما تأمرني به ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي وقد تقدم الكلام على هذا ثم إن موسى سأل سؤالا وطلب طلبا من ربي عز وجل ولذا كان لموسى عليه السلام فضل كان لموسى عليه السلام فضل على أخي هارون قال موسى عليه السلام كما ذكر الله في عدة مواطن من كتابه قال موسى لما قال له ربه إذا بإلا فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري واسر لي أمري واحل العقدة من لسانه يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي يشدد به أزري وأشركه في أمري وفي الآية الأخرى أرسل إلى هارون وفي الثالثة وأخي هارون أفصح مني لسانا فأرسله معي رد أن يصدقني فطلب موسى عليه السلام من ربي طلبا كريما عظيما لأخي هارون ولهذا فموسى له فضل بعد الله على هارون عليه السلام قال موسى عليه السلام هارون أخي اجدد به أزري وأشرك في أمري لماذا ما العل فكثيرا ما تعلل الأسئلة كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا هذه علل طيبة أنا إذا سألت ربي يا رب ارزقني مالا أعلل كي أنفق على الأيتام كي أنفق على أهل بيتي كي أنفق على المساكين كي أجاهد به في سبيلك كي أرفع به ذكرك التعليل طيب ومن ثم الدعاء طيب فذا أحرى بالإجابة اللهم مش في عبدك ينكأ لك عدوا يتبع جنازة فتعلل الدعوة ارزقه من الثمرات لماذا لعلهم يشكرون فموسى قال كي نسبحك كثيرا فالأخ الصالح عون لأخيه على ذكر الله يوقظه لصلاة الفجر يغفل يذكره يظلم يمنعه من الظلم دائما الأخ الصالح والصديق الصالح سبب في الخير هم القوم اللي يشق بهم جلسهم كي نسبحك كثيرا لو لك أخ صالح لو لك زوجة صالحة احرص على الزوجة الصالحة الزوجة الصالحة تذكرك تذكر قم صلي تكسلت عن الصلاة تعال نتصدق يا هيا نصل الأرحام فلذلك صدق الرسول إذ قال اظفر بذات الدين تربت يدك هارون قال أموسى قال هارون أخي اجد به أزري وأشرك في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا فماذا كان دعوة طيبة من شخص طيب مبارك من شخص كلمه ربه في مكان مبارك كذلك ولغرض مبارك كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى استجبنا لك يا موسى وعطيناك ما سألت قلت رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من آلي قال قد أوتيت سؤلك يا موسى تقبلت دعوات موسى عليه السلام تقبلت دعوات موسى عليه السلام في هذا الوادي المبارك تقبلت دعواته عليه الصلاة والسلام ثم جاء التكليف بعد اذهب أنت وأخوك بآياتي الدالة على رسالتكما ونبوتكما أعظم الآيات اليد التي تلقى العصر التي تتحول إلى حياة تسعى واليد التي تخرج بيضاء من غيسو اذهب أنت وأخوك بآياتي وما الوصية عند لقاء العدو ما الوصية ولا تنيا في ذكري لا تضعف عن ذكري ولا تنيا في ذكري لا تضعف عن ذكري ولا تنيا في ذكري فمن الاستعدادات عند لقاء العداء أن نكثر من ذكري ولا تنيا في ذكري اذهب إلى فرعون إنه طغى تكليف فقول له قولا لينا أمر موسى وهارون عليهما السلام أن يقول لفرعون أعظم طغية في العالم أنذاك أن يقول له قولا لينا المقصد ماذا هداية الناس لعله يتذكر أو يخشى أيضا مع ما فيه من ظلم وربنا يعلم ما فيه فرعون من الظلم ليس عمله بخاف على الله ولكن مع ذلك تسلك الأسباب المؤدية للنتاج الطيبة قولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى لعله يتذكر أو يخشى هكذا وكما قال تعالى وقل لعبادي يقول التي أحسن وكما قال تعالى أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وقال تعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن إلا الذين ظلموا منهم فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قال معا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا يعاجلنا بالعقوبة لا يسمعنا أصلا إذا قيل له هذا مش هسو يسبحوه هذارون يسبحهما ونخلص منهما يفرط علينا أن يعاجلنا بالعقوبات ولا يستمع لكلامنا أصلا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يضغى قال قال ربنا لا تخاف إنني معكما إنني معكما أسمع وأرى يا هنيئا له من كان الله معه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون إن الله مع الصابرين إن الله مع المتقين إنني معكما أسمع وأرى أسمع قولكما وقوله وأرى مكانكما ومكانه ورب القادر على كل شيء إنني معكما أسمع وأرى فأتياه فقول إن رسول ربك في عدة تكاليف عند ذاب لفرعون إن رسول ربك أقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا ويطغى قال لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى بهذا القدر أجتزئ وإلى اللقاء الآخر إن شاء الله والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر